في الأراضي الفلسطينية المحتلة قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم المسيرة البشرية والسلسلة البشرية التي كانت تطالب باستعادة جثمين شهداء هبة الأقصى كما واصلت شرطة الاحتلال سياسة الاعدمات بحق الفلسطينيين حيث اعدمت شابا وسيدة فلسطينيين بزعم محاولات استهداف جنود إسرائيليين فلنتابع المزيد مع أمال مرار بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت انهالت قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة على مئات المشاركين بمسيرة السلسلة البشرية لاستعادة جثمين الشهداء الذين ما زال الاحتلال يحتجزهم منذ بداية الهبة الجماهرية خرجوا كونه حقا إنسانيا كفلته الشرائع السماوية دون ابتزاز اليوم الاسرائيليون موجودون في حالة خوف دائم ويقتلون كل عابر سبيل دون أن ينالوا عقابا أو أن ينالوا حتى استنقارا من أحد ويبلغ عدد الشهداء الذين ترفض سلطات الاحتلال تسليمهم لذويهم أربعة وخمسين بينهم أحد عشر طفلا ومسن فيما اتهم حقوقينا وعائلات الشهداء الاحتلال بسرقة أعضاء أبنائهم حيث يشترطوا دفنهم مباشرة بعد تسليمهم دون تشريح طبي هناك استهانة واستهتار بالدم الفلسطيني هناك إطلاق نار على أي شاب مجرد الشبع يعني مجرد أن أحد المستوطنين أنه يشير بإصبعه على أي مواطن فلسطيني هذا كفيل بالشرطة الإسرائيلية أو بالجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على هذا الشاب بذراء عمبو فبركا تدفع حكومة الاحتلال لمواجهة دامية عبر سياسة الإعدامات الميدانية آخر ضحاياها الشاب مصعب الغزالي الذي يعاني من إعاقة جسدية عدمته شرطة الاحتلال في القدس المحتلة بتهمة حيازة سكين وأيضا مهدية حماد أم لأربعة أطفال بحجة محاولة دهس مجموعة من جنود الاحتلال ببلدة سلواد شرقي رمال المحتلة لذلك هذا يجب أن يتم التوجه إلى كافة المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنات الدولية لأن ما يجري هي بمثابة جرائم حرب وعملية قتل بدون أي سبب أو مبرر لما يجري تشهر دولة الاحتلال جميع أسلحتها للرد على غضبة الفلسطينيين ترفع الأسوار وتعسكر البلاد وتمضي في قتلهم وتشريدهم لكنها باتت تواجه انتفاضة متصاعدة تخالف كل توقعتها الأمنية إقناة الشارق الفضائية أمال مرار من بلدة الرام شمالي القدس المحتلة